أم بيكو عزيزي طلب الطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برنامج بيتنا مدرسة إمكاننا النهاردة موضوعنا مش مخصص للطلبة بس أو مش مخصص كمان للملتحقين بالتعليم الفني لكن بالأكتر هو مخصص لكل المشاهدين اللي هما بيحاولوا يتابعوا التعليم الفني ويعرفوا إيه اللي موجود فيه وإيه التخصصات اللي فيه يعني إيه تعليم فني والنهاردة نتكلم عن التعليم الفني بكل ما يشمله من تخصصات ونوعيات بقدر الإمكان طبعا حلقة واحدة ما تقضيش يمكن احنا بقلنا فترة شغالين على الموضوع ده يمكن نتكلم عن كل تخصص وكل مادة موجودة في التخصصات الفنية بشكل مبسط لكن النهاردة هنخصص الموضوع لهيكل التعليم الفني وشكله وبيحتوي على إيه وإيه هي المكونات الخاصة بيه وإيه هي النوعيات كمان الموجودة عندنا يمكن البعيد عن التعليم الفني مش عارف التركيبة الخاصة بمدارس التعليم الفني وشعبه وتخصصاته ونوعياته فعشان نعرف الكلام ده لازم نكون فاهمين أو عارفين التخصص بتاعنا ده اللي احنا عايزينه أو اللي احنا عايزين نلتحك به موجود في التعليم الفني ويطرر لو موجود موجود في أي نوعية لأن احنا عندنا مسميات كتير جدا بنسمعها ومعظم الطلبة بتاعتنا يمكن حتى الفترة دي كله متجه أو بيسمع كتير عن المدارس التكنولوجية ودي نوع من نوعيات المدارس الموجودة عندنا في التعليم الفني فبالتالي وانا عايز اتكلم عن التعليم الفني كنوعية تعليم موجودة في مصر وفي جغالة في المرحلة السنوية أو هي المرحلة السنوية نوع من أنواعها فيه عندنا عند السنوية العام وعند السنوي الفني يمكن السنوية العام مقسوم لأجزاء بسيطة فبالتالي سهل أن أعرفه في حتى موضة قليلة والموضوع فيه بسيط أما التعليم الفني لا الموضوع مختلف تماما في شكل ونوع ووضع المدارس واتخصاته النوعية طيب لو نتكلمنا ببساطة كده عن النوعيات أنا عندي أربع نوعيات أو أربع زي ما نقول كده نوعيات تعليم بمعنى أنا عندي التعليم الصناعي ده مجموعة لوحدها يتقسمها لحاجة كتير جدا بعد كده عندي التعليم التجاري برضو مجموعة أو نوع من أنواع التعليم الفني وبرضو بيندرج تحته تخصات وأنواع كتير التعليم الفندوقي برضو كذلك التعليم الزراعي بقى أنا كده عندي أربع نوعيات عندي فيه التعليم وهو الصناعي والزراعي والتجاري والفندوقي كل نوع منهم في النظام تلات سنين العادي اللي احنا عارفينه أو ممكن هو المنتشر أكتر من عدد ما الدرسه أكبر بعد كده عندي النظام المهني وده برضو يكون تلات سنين وده ما درسه شبه محدودة يعني مش عدد كبير بس نوع من أنواع التعليم موجودة ولو نوعية طلبة هي اللي بتقبل عليه مش كل الطلبة بتدخل كل النوعيات اللي عندنا يعني كل نوع عندنا في التعليم الفني له نوعية من الطلبة تنفع تلتحك به فبالتالي نظام التلات سنين ده نظام نظام المهني ده نظام تاني عندنا التعليم المزدوج ده نظام وجوه التعليم المزدوج بينقسم لتلات أنواع تاني في مدرسة اللي هو داخل المصنع أو المصنع نفسها أو المؤسسة نفسها عاملة نشاط جوه المدرسة أو في تبادل ما بين المصنع والمدرسة دول التلات أشكال بتوع التعليم المزدوج عندنا وعنده أنواع كتير جدا وتخصصات كتير جدا بيعتمد على نوعية طلبة معينة وفي نفس الوقت بيخرج خريج بمواصفات معينة بعد كده بنطلع بقى على احنا كده عندنا زي ما قلنا التلاتة عند منها العادي والمهني والمزدوج في حاجة بعد المزدوج اسمها النوعي وده النوعي ده بيبقى بعض التخصات الدقيقة الفنية ليها مناهج خاصة بيها فبالتالي بنسميها نوعية يمكن عدد التخصات فيه مش كبير بس موجود من ضمن التخصات الموجودة عندنا بنتنقل بعد كده لنظام المتقدم اللي هو الخمس سنين الخمس سنين عدد الشعب مش كبير قوي فيه غير النظام التلات سنين متوسع اكتر او فيه توسع اكتر نظام الخمس سنين موجود برضو فيه الاربع نوعيات في الصناعي والزراعي والتجاري والفندوي عدد المدرس تبقى الاقل يمكن فيه كل محافظة فيه مدرسة او مدرستين بكتير يمكن القاهرة من ده من المدرس اللي فيها عدد مدرس خمس سنين اكبر فيه المحافظات كلها لكن معظم المحافظات مدرسة معادة بعض المحافظات مدرستين بس ده بالنسبة للنظام المتقدم ده في النوعية الوحدة وفيه بعض النوعيات مفيش مدارس من الخمس سنين الموجودة في المحافظة هتلاقي يعني مثلا لو جينا فيه مطروح مش هتلاقي فيها متقدم لو نزلت على شمال وجنوب سينة مش هتلاقي فيها مدارس متقدمة واذا لقيت هتلقى مثلا في الفندوق ومدرسة وحيدة كده يعني فيه المناطق النائية او المناطق اللي هي عدد السكان فيها مش كبير هتلقى التعليم المتقدم مش منتشر هناك موجود في محافظة مجاورة كل واحد لو مستو ده برضو هنفسره مع بعض احنا كده عندنا مجموعة من الاشكال او انواع المدارس اللي عندنا كل نوع منها بياخد نوع من انواع الطلبة او بيبقى مخصص لطلبة معينة طبعا بعد كده كمان فوق الكلام ده كله وعند نظام المدارس التكنولوجية وده طبعا نظام لوحده وزي ما قلنا المدارس دي مدارس بتعتمد على سوق العمل نفسه يعني فيه ارتباط ما بينها وبين سوق العمل كبير لان اصحاب الاعمال نفسهم هم اللي مشاركين في المدرسة فبالتالي المناهج بتاعتهم هم اللي مشرفين عليها طبعا في النظام بتاعنا فوق النظام اللي احنا متكلم فيه ده في الجزء التاني اللي هو بنسميه منظومة الجدارات منظومة الجدارات هو نظام التلات سنين العادي بتاعنا بس نظام التلات سنين ما زال قائم بذاته لغاية النهاردة وبيعمل او بيحصل عملية تغيير للمنظومة بحس ان منظومة الجدارات هي اللي هتبدأ او هتكون بديل لنظام التلات سنين وهتكون عام واشمل في ميزة في نظام الجدارات انه هو بيتعلم المهنة نفسها انا داخل اتعلم حاجة معينة هي دي اللي بقعد في فترة دراستي في التلات سنين بتعلم كل ما يخص المهنة ونظام التقييم فيه كمان جميل جدا عن النظام العادي في تطوير فيه وده هنتكلم عنه في حلقات خاصة تعالوا بقى نتكلم عن التعليم الفني بتاعنا ونشوف ايه هي مجموعة التخصصات مجموعة الشعب بتاعتنا ونيجي نتكلم كمان عن أنزمة المدارس بتاعتنا بالنسبة لأنزمة المدارس بتاعتنا بالنسبة لأول حاجة بتخص انشاء المدارس بيقول لي تم إنشاء مدرس التعليم الفني بنوعياته لإعداد فئة الفني في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين ده الهدف من التعليم الفني تم إنشاء المدرس الفنية بمصافات فنية وخطط للعمل بها وتحدد أقسام الدراسة في نوعية التعليم وفقاً لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية الحتة دي مهمة جداً الجزء المهم فيها إنه هو بيقول لي إن مش أي مكان أنا بفتح فيه مدرسة فنية لا ده أنا باعتمد على مقاومات كتير جداً قبل ما أفتح المدرسة بمعنى لو أنا عايز أفتح مدرسة صناعية يفترض تكون قرب المناطق الصناعية عشان تخدم المناطق الصناعية الخريج بتاعي هيتخرج وينزل يشتغل في سوق العمل في المصانع اللي حواليه فبالتالي قربها من المناطق الصناعية بيساعد على تشغيل العمالة بتاعته أو الخريجين بتوعي طبعاً لو هنلاحظ في الفترة اللي جاية هنلاحظ إنه في حراك ما بين سوق العمل وما بين الخريجين بتوعنا بقى فيه زيادة على الطلب عليهم لإنه بقى فيه تنفيذ لمتطلبات سوق العمل فبالتالي أصبح أصحاب الأعمال نفسهم بيدوروا على الخريج بتاعي فبالتالي إنشاء المدارس فيه المحافظات الموجودة عندي هنلاحظ أن فيه بعض التخاصات موجودة في المحافظات وتخاصات تانية مش موجودة لكن موجودة في المحافظات تانية السبب إن الصناعات اللي موجودة فيه المحافظة دي موجودة بكترة في التخصص ده فبالتالي بنحاول نغطي أكتر التخصص في المحافظة دي مثلا لو طلعنا على دميات دميات مشهورة بصناعة الموبيلية فبالتالي هتلقى صناعة الأساس موجودة عندي وتخصص نجارة أساس منتشر فيه معظم المدارس حتى فيه التخصصات المهنية هناك لو طلعنا مثلا على محافظة زي محافظة سهاج محافظة سهاج بتنتشر أو منتشر فيها صناعة النسيج أو صناعة المعلاقات فيه صناعات كتيرية جدا بيعملها هناك الأسر المنتجة معتمدة على تخصص النسيج فيه تلقى المدارس الناسجية برضو موجودة هناك بقطرة شوية زي المحلة برضو تلقى فيها مصنع المحلة اللي هو الخاص بصناعة الغازل ونسيج هتلقى التخصص ده موجودة عندي فيه المدارس الموجودة داخل المحافظة بكترة لو نزلت على القاهرة اللي هي مفروضة أن ما فيش مصانع كتير حواليها بس هتلقى مصانع ملابس هتلقى معظم مدارسنا الصناعية الموجودة في محافظة القاهرة فيها تخصص ملابس جهزة ده من ده من تخصصات الموجودة فيه تخصص مثلا أو فيه تخصصات بسيطة موجودة في القاهرة لكنها برضه بتخدم المناطق الصناعية على فكرة القاهرة فيه مناطق الصناعية مجاورة لها المنطقة الصناعية في مدينة نصر ده منطقة مجاورة يعني تعتبر جوة القاهرة أو داخل القاهرة فبالتالي المدارسنا بتخدم المنطقة دي بتخدم المصانع الصغيرة أو المصانع برضه اللي حوالين أو في محيط محافظة القاهرة الكبرى أو تلات محافظات القاهرة والجيزة والأليوبية فبالتالي هتلقى الصناعات دي كلها بتحاول التخصصات في المدارس دي تغطي الصناعات اللي حواليها فهنلاحظة أن فيه بدأت أن فيه في المدارس اللي حوالينا دي فيه أقسام بتفتح جديدة فيه أقسام بتبدأ أن هي تقفل وتفتح فيه أماكن تانية ده ظاهر وواضح خصوصا مع وجود المدارس التكنولوجية هنلاحظة أن فيه مدارس كانت فنية عادية بدأت أن هي بتقفل في النظام بتاعها وبتفتح نظام تكنولوجي المبنى كان مدرسة عادية لكن بيتحاول لمدارسة تكنولوجية للتخصصات الموجودة دي هتخدم المكان ده فبالتالي نبدأ نفتح فيه الجزء ده عشان هنقدر ناخد الطلبة دول أو الخارجين دول بعد التخرج يشتغلوا فيه محيط المدرسة هنلاحظ الكلام ده موجود في كل مدارس تكنولوجية اللي فتحت هي فتح الهدف معين قربها من المناطق الصناعية اللي بتستخدم أو اللي هي بتعمل بنفس التخصصات الموجودة داخل المدرسة ده طبعا بيكون مفيد فيه فتح المدارس دي طيب بعد كده بقى نشوف المدارس نفسها بيقول لي المدارس الفنية بتقوم على حاجة مهمة جدا تقوم بعمل مشروعات انتاجية الزات صلة بتخصصها وخدمة البيئة أو المجتمع حتى المدارس نفسها اللي جوه المحافظات أو اللي شغالة عندنا فيها مشروعات انتاجية وده من اللحظة مثلا في المدارس اللي هي مثلا المدارس الزراعية اللي هي بتطلع منتجات ألبان مثلا لو نزلت عن مدرسة الجيزة أو مدرسة الزراعية اللي موجودة في مستورد هتلقى ان فيها وحدة منتجة بتبيع للجمهور لمنتجات بتاعتها بأسعار كويسة وطبعا دي منتجات عملها الطلبة بنفسهم فبالتالي ده طبعا حاجة مفيدة للمجتمع هتلقى المدارس الصناعية بتعمل ملابس المدارس سواء بتعمل الطلبة بتاعتها أو بتعمل للمدارس المجاورة فبالتالي أصبح ان المدارس نفسها في بعض المدارس مش كل مدارس طبعا نقدر نقوله ومش كل التخصصات بعض التخصصات بتعمل مشاريع انتاجية بتقدر نهاية تعملها عملية تسويق مع المحيط بتاعها من الجمهور وطبعا بنشوف الكلام ده في المعارض أكتر اللي هي بتعرض منتجات مدارس التعليم الفني وطبعا بيقى فيها عملية بيع كمان للمنتجات دي أثناء المعارض فبالتالي هنلقى منتجات كتيرة جدا وجميلة كمان معمولة بإيد الطلبة بتاعتني ده حاجة مفيدة جدا للمجتمع يبقى أنا كده طلعت الطالب بقى فني مهر بعد ما تعلم عندي فترة الدراسة بتاعته قدرت أن أوصله لكون فني مهر ونلاحظ أنه بقى أمهر أكتر كمان وعنده القدرة على استيعاب المهارات الخاصة بتخصصه أو بالمهنة بتاعته لما نروح إن شاء الله ونتكلم عن موضوع جدرات في الحلقة الجاية طيب تعالوا بقى نمسك أول جزء عندي وهو النوعيات الخاصة بي وهو مثلا التعليم الفني بتاعته إحنا قلنا أنا عند التعليم الفني بنقسم لمجموعة من النوعيات بتبقى فيها زي ما قلنا العادي النظام الثلاث سنين والخمس سنين النظام الثلاث سنين زي ما قلنا بنقسم لمجموعة من النوعيات سنتكلم عليها دلوقتي ونظام الخمس سنين منفرد وده بيطلع فني أول فيه فرق ما بين الفني وما بين الزي ما احنا بنسميه اللي هو بيبقى صفة العامل جوه المصنع وفرق ما بين الفني الأول احنا بنطلع أكتر من فئة بتشتغل في المصانع المهني بيطلع خريج مع مهنة الدراسة جوه المدارس المهنية كمنهج بسيط يعني ما بيضغطش أكتر على المادة النظرية بيبقى ضغطه الكبير أو الدراسة الأكتر بتكون في ناحية العملية فبالتالي المناهج حتى بتكون مبسطة شوية عن نظام التعليم اللي هو النظام الثلاث سنين العادي أو المزدوج أو أي نوع تاني من أنواع التعليم اللي عندي طيب لو جينا بقى على الجزء المهني اللي هو بياخد أولا المجميع اللي بيقبلها بيقبلها طبعا من المدارس الإعدادية المهنية وكمان المدارس الطلبة الجميع المجميع محدودة يعني ما قدرش يطلع بمجموعة كبيرة بس ما ما بقاش يعني مش ما بقاش بخمسين في المائة زي زمان لا ده علينة شوية بالمجميع فبالتالي المدارس دي بيكون عددها محدود في المحفظات وليها أنظمة معينة أو في الخريج كمان بعد ما بيبدأ أن هو ياخد المهارات اللي يشتغل بيها أثناء الدراسة فده بالضبط بيمثل الفني اللي بيخرج من مدرسة دي بيمثل الشخص اللي يقف على المكانة بنفسه أما نظام التلات سنين فده بيخرج طالب أو بيخرج بيخرج خريج الخريج ده عنده مهارات أعلى شوية من النظام المهني فبالتالي بيكون فني بيقف على مجموعة من المكينات أو بيبقى مسؤول عن مجموعة من المكينات مش مسؤول عن إنتاج بس كم مسؤول عن أجزاء في السيونة حسب التخصص يعني حسب التخصص هو نوع الخريج كمان نظام الخمس سنين ده الفني الأول اللي هو بنسميه زي يعني ممكن يمسك صالة إنتاج يكون مشرف عنه عنده أو درس أكتر شوية السنتين بيقعد فيهم في المدرسة بيزيز فيهم جزء من الفنيات أكتر شوية من نظام التلات سنين فبالتالي بيخرج اسمه فني أول التأسيم بقى الخاص بالتعليم الفني أنا عندي مجموعة من التأسيمات اللي موجودة عندي في التعليم الفني هنشوف كده من حيث التبعية التعليم الرسمي وده اللي نظام تلات سنين احنا بنتكلم عليه بعد كده عندي التعليم المهني اللي احنا قلنا ده اللي بيخرج الفني اللي بيكون واقف على المكان اللي هو قائم بالإنتاج نفسه بعد كده التعليم والتدريب المزدوج ده اللي قلنا عندي فيه تلات أنواع فيه اللي هو مصنع جوه مدرسة أو مدرسة جوه مصنع أو فيه تبادل ما بين المصنع والمدرسة لو تكلمنا عن التعليم الصناعي فهو متعدد التخصصات هنتكلم عن التخصصات الأساسية التعليم الصناعي فيه بداية كده حاجة اسمها الصناعات الميكانيكية اسمها صناعات ميكانيكية لأن فيها جوه مجموعة من الشعب يبقى التخصص الأساسي ميكانيكا بس عندي بقى ميكانيكا تشغيل وميكانيكا كذا التخصص جوه زي تخصصات البترول تكنيوجيا البترول دي برضه من ضمن تخصصات الميكانيكية البلاستيك من ضمن تخصصات الميكانيكية وده هنبدأ أن احنا نتكلم عنه لما نوصل لكلام عن التخصصات الميكانيكية نفسها تعالوا نكمل الأسامة التخصصات اللي عندنا يبقى أنا عندي هنا تخصصات الميكانيكية ده أول شعب عندي أو أول تخصص كبير عندي بياندرج من تحته مجموعة من الشعب تاني التخصصات أو الصناعات الزخرفية وبينقسم لمجموعة برضو من الشعب زخرفة والإعلان وعندي بعد كده التجميل وهكذا من التخصصات برضو اللي نقدر نستردها إن شاء الله وإحنا نتكلم عن الصناعات الزخرفية بعد الصناعات الزخرفية عند الصناعات النسجية والصناعات النسجية مقسومة برضو المجموعة من الشعب تخصصات يمكن هتكون بداية كلامنا النهاردة عن الصناعات النسجية بعد كده عند الصناعات الخشبية وده مجموعة برضو متخصصات الصناعات المعمرية برضو تنقسم المجموعة من التخصصات بعد كده عندي التبريد والتكييف والتخصص الوحيد اللي هو شعب واحدة ما فيش أي تسلسل من تحتها المركبات لها 3 شعب من تحتها برضو للسيارات والمعدات التقيلة والجرارات الصناعات المعدنية برضو مجموعة من الشعب تنقسم أو تندرج تحت الصناعة دي بعد كده الإلكترونيات وحاسبات هي تتبع الكهرباء حالياً كتخصص أساسي لكنها في الصف التالب تنقسم الإلكترونيات وحاسبات والصناعات البحرية برضو فيها مجموعة من الشعب تندرج تحتها والصناعات الكهربائية زي ما قلنا من ضمنها الإلكترونيات والحاسبات وتركيبات ومعدات الكهربائية دي كانت مجموعة التخصصات اللي هي عندنا اللي هي أساس التعليم الصناعي يعني أي صنعة ربطها لتخصص من التخصصات دي مثلاً لو أنا تخصص غزل تخصص غزل ده من ضمن صناعة النسيج يبقى الغزل ده من ضمن الصناعات النسجية طيب تخصص ملابس هو الملابس ده بيشتغل على إيه؟ بيشتغل على قماش طيب القماش ده إيه؟ مش نسيج يبقى الملابس الجهاز تندرج تحت الصناعات النسجية فيه تأسيمة تانية في التوجيه عندنا ملناش علاقة بيها دلوقتي يعني دي تأسيمة فنية داخل القطاع لكن أنا بتكلم عن كل ما هو بيتعامل مع حاجة معينة أو خامة معينة رجعه أو رده للصناعة بتاعته فبالتالي وانت بتختار تخصصك بعد التخرج من المرحلة الإعدادية بتقدر تفكر هو أنا أنا عايز أشتغل مثلا في حاجة فيها صناعة السيارات يبقى أنا أدور على تخصص المركبات كل صناعة من دول هتلقى أن هي مرتبطة بشعبة من الشعب بتاعته لو أنا عايز مثلا أشتغل على قسم التشغيل يعني عايز أجيب مخرطة عندي شايف مثلا عندي مشروع صغير بابا عامله والمشروع ده مخرطة فبالتالي وبيعمل تشغيل معادن القسم تشغيل معادن تابعا الميكانيكا تمام؟ بعد كده الأوليب والاستنباط تابعا الميكانيكا كل ما هو له علاقة بتشكيل المعادن فهو تابعا الميكانيكا معدى قسم تكنولوجيا البترول هو تابعا الميكانيكا لكن طبعا مش عادر تربطه هو ميكانيكا ولا تابع الكيمة الصناعية هتلقى أن فيه أكتر من حاجة جوه التخصص ده لكن هو أساسا معظم المعادات والميكانيات اللي بتشتغل في تكنولوجيا البترول بتشتغل عن طريق التخصص أو الصناعات الميكانيكا طب تعالوا بقى نكمل ونقول ايه التخصصات الصناعية اللي موجودة عندي في التعليم الفني وهنبدأ بقى التخصص عندنا وهو الصناعات النسجية طبعا لأنه هو تخصصنا بالنسبة لنا فهنقدر نتكلم عنه كأولى التخصصات اللي نتكلم عنها النهاردة الصناعات النسجية بتنقسم لمجموعة من الشعب والصناعات النسجية نظام 3 سنين أو التخصصات عندنا بتنقسم لغزل نسيج صباغة وطبعا وتجهيز منسوجات ده اسم تخصص واحد كل السطر ده كده ده التخصص عندنا الملابس الجهزة والتريكو لو بصنا كده على المجموعة دي كلها نلقى أن الغزل بينتج الخيط النسيج بينتج القماش الصباغة وطبعا وتجهيز بتعمل حاجتين يا إما يعمل عملية تلوين للخيوز وترجع نسيج تتنسج وتطلع قماشة ويكمل تجهيزها يا إما بيستنى القماش لما يطلع من قسم النسيج ويقوم بعملية ايه تجهيزه ده من نسبة ليه قسم تجهيزه التلاتة دول كده تطلعونا القماش بيبدأ قسم الملابس الجهزة يقوم بعملية تفصيله طب قسم التريكو بينتج قماش بس ما بياخدش من حاجة من دول غير من الغزل فالغزل بيدي التريكو والتريكو بيعمل القماش وممكن التريكو يقوم بعملية تأفيل المنتج بتاعه أو الملابس الجهزة بيبدأ أنه هو ياخد القماشة ويبدأ أنه هو يشتغل عليها ده بالنسبة للنظام 3 سنيني بقى أنا عندي نظام 3 سنين في الغزل والنسيج والتجهيز احنا ممكن نساميه المسمى ده على طول والملابس الجهزة والتريكو بعد كده تعالوا نشوف الصناعات النسجية اللي هي نظام المناهج الخاصة اللي هي النوعي عندي فيها ايه صناعات نسجية عندي ملابس الجهزة السباقة واطباعة وتجهيز منسوجات الغزل ميكانيكا نسيج بيكانول ميكانيكا نسيج روتري ميكانيكا نسيج نورسروب ميكانيكا نسيج زورو طبعا هي متسمية بأسامي الماكينات اللي موجودة في الصناعات دي فطبعا بيعتمد في المناهج النوعية على طلبات معينة للسوق بشراكة الوحدات الخاصة بالنوع ده بعد كده عندي صناعات الناسجية نظام الخمس سنين تنقسم للغازل والنسيج نفس التخاصات بتاعتنا والتجهيز والملابس الجاهزة والتركو ونفس الخاصات اللي في التلاتة موجودة عندي بنفس المساميات في نظام الخمس سنين بعد كده عندي صناعات الناسجية في التعليم المزدوج فيها هنلاقي فيها الغازل والنسيج وتجهيز منسوجات وملابس جاهزة دي الموجودة عندي في التعليم المزدوج وبرضه ده نظام متبادل ما بين المصنع ومن المدرسة يعني ما تلقى الولد بيكون في المدرسة عدد أيام معين وبقية الأيام موجود في المصنع فبالتالي ده بيدي له فرصة أكتر أنه هو يشوف اللي بيحصل في سوق العمل ويتضرب ويطلع المطلوب منه أنه هو كان مهارات أو يتعلمها في السوق بيتعلمها جوه السوق لأن المصنع يعتبر سوق وإحنا في المزدوج برضه عشان ما نربطوش بمصنع مش شرط يكون المزدوج جوه مصنع يعني مثلا التعليم التجاري ما هو التعليم التجاري فيه مزدوج فهل المزدوج اللي في التعليم التجاري معناه أن الطالب قاعد في مصنع لا ده في وحدة انتجية ممكن تكون مثلا لهو شؤون قانونية موجود في المحكمة مثلا فده مزدوج فمش شرط يكون المزدوج قاعد في قلب مصنع في التعليم الزراعي ما عندوش مصنع ما اسمهاش مصنع ممكن تكون مزرعة فبالتالي التعليم المزدوج هناك ممكن يكون الطالب شغال في مزرعة أو بيقضي تدريب العمل بتاعه في مزرعة فالمهم عندي تكون وحدة انتجية بتطلع انتاج حتى لو الانتاج ده ورقة بتكتب بالإيم فبالتالي الهدف من المزدوج أن الطالب ياخد مهارات سوء العمل بياخدها فين؟ في سوء العمل نفسه فبالتالي المهارات المفروض بيكتسبها الطالب ده بيكون هو عنده الفرصة الأكبر من أي نوعية تانية أنه يلتحك بسوء العمل بسبب المهارات اللي هو اكتسبها طبعا بعد كده بيكون فيه عندي بقى نظام الصناعات النسجية والصناعات النسجية عندي زي ما قلنا عندي صناعة الغزل وصناعة الغزل من الصناعات الجميلة عندنا اللي هيبدأ في أول مرحلة فيها وهي عملية حلق القطن طبعا هو بيعتمد على القطن في تشغيله وهنا طبعا عملية حلق القطن زي ما احنا شايفين هنا ده المحلق بتاعي القطن بيتجمع فيه هنا طبعا زي ما احنا شايفين عدم شوية ده كان البزور بتسقط داخل المكينة طبعا بيدخل القطن فيه بزور بيتشال البزور منه وبيتجمع على هيئة شعيرات والشعيرات دي بتتجمع عشان تروح للمرحلة اللي بعد كان بيسقط قدامي اللي وعلى عمات الغمأة الصمرة دي دي هي البزور اللي بتسقط من قدام السككين الخاصة بالمكينة دي وده اول مكينة في خط انتاج الشعيرات بتاعتي عشان يحولها بعد كده لخيط فهنا القطن بيتم جنيه من المزارع وبيدخل هنا المرحلة دي بيتعمله عملية ترتيب الاول او بياخد جو الصالة بعد كده بيمر على المحلج والمحلج بيفصل البزر عن الشعر بياخد الشعر يجمعه عن طريق المكسفات عشان يدخل مراحل بعد كده والبزر اللي بيتجمع من العملية دي بياخد منه جزء بيتعمله عملية عصر عشان ينتج زيت بزرة القطن وزيت الاكل العادي بتاعنا وطبعا الجزء التاني منه من البزور اللي هي ما تمش عصرها بيتم تنقيتها لزرعتها في الموسم اللي بعد كده هنا طبعا دي الكتلة بتاعت القطن بتاعي وهو جاي من الحقل بيترس على هيئة طبقات بياخد جو الصالة وبيدخل بعد كده في عمليات الخاصة بعملية حلج القطن عشان يتحول للشعيرات بعد كده عملية غزل القطن وغزل القطن عملية بسيطة جدا كل اللي بيحصل انه بياخد الشعيرات اللي تم انتجها في العملية الحليج وبيمر على مراحل الغزل مراحل الغزل عندي مراحل بسيطة جدا بتبدأ من عملية تفتيح البال بتاعتي بيكون القطن جاي عندي على هيئة بالة من قسم الحليج او مصنع الحلج بيبدأ يفكك البلد دي ويبدأ انه هو يمررها على خط انتاج الخيوط في عندي اكتر من نوع في خطوط الانتاج يمكن في خطوط انتاج اللي هي تسمى الطرف المفتوح دي خطوط انتاج بسيطة جدا بياخد القطن على الشعيرات بيطلعوا خيط من نفس الخط اما في الانظمة التانية فبيمر على مجموعة من المراحل بتبدأ بعملية التفتيح والتنظيف بعد كده الكارد او التسريح بعد كده التمشيط وبعد كي بيمر على عملية الغزل والتدوير والغزل والتطبيق لكن هنا طبعا لو قلنا ان العملية واحدة مثلا فبالتالي زي ما احنا شايفين كده بيتحط القطن في مدخل خط الانتاج وبيخرج من الطرف التاني عبارة عن خيط هنا دي عملية سحب للاشرطة الخاصة بالماكينة دي عملية سحب وخلط في نفس الوقت طب ليه الخلط في المرحلة دي بيتم بيكون عندي مجموعة مختلفة من الأطان جاية من أماكن مختلفة مثلا لو عندي قطن جايلي من الشرقية على قطن جايلي من المنوفية ووصل للمصنع فبالتالي الأصناف الموجودة عندي مختلفة فمفروض بيعمل عملية خلط ممكن حتى يكون القطن نفسه جاي من مكان واحد أو من مدينة أو من محافظة واحدة أو من مزرعتين جنب بعض بس الأصناف مختلفة فهتلقى الألوان بتاعته مختلفة فلازم تتم عملية الخلط والسحب عشان يعمل عملية مزج للشعيرات دي عشان يقدر ينتج خيوط فيها كل الصفات وفي نفس الوقت الألوان بتاعتها واحدة يعني بيعمل عملية مزج كتيرة أو كبيرة للشعيرات الهدف منها زي ما قلنا يطلع منتج في كل المواصفات هنا طبعا دي عملية البرم ودي بيتم سحب الأشريط اللي تم مزجها في الخطوة اللي قبل كده طبعا احنا بنتكلم بدون الجزء الفني بتاعنا لكن طبعا اللي هيدخل عندنا التخصصات الفنية المسميات اللي بنتكلم فيها دي لها مسميات تانية عندنا لكن احنا بنحاول نبسط المسميات عشان نكون فاهمين اللي بيحصل معنا هنا اللي بيحصل إن الشريط السميك اللي كان طالع من الاستوانة اللي شفناها من شوية بنقلل سمكه شوية وندخله على مكانة البرم دي عشان يتديله برامات بسيطة عشان نجاهزه لمرحلة الغزل كده في المرحلة دي أنا بنتج مبروم الخط ما بيبقاش خط بيبقى اسمه مبروم وبيبقى سميك شوية بياخد بقى البكر اللي بيتحرك قدامي ده اللي هو يعتبر مبروم وبدخله على مكانة بعد كده اسمها مكانة الغزل مكانة الغزل بتاخد المبروم ده وتقلل سمكه مرة تانية بيمر على جهاز سحب بيقلل السمك وده اللي نظام عندنا طبعا اللي هيدرس الغزل هيعرف بيتم تقليل السمك ده ازاي بعد كده بتبدأ المكانة تحول المبروم ده لخيط قللت السمك وصلته لسمك الخيط المطلوب بعد كده بروح مديله برامات اكتر فبالتالي اسمه في المرحلة دي غزل لسه ما بقاش خيط بمعنى خيط اسمه غزل الخيط المنتج من المكانة دي بيستخدم عنده في قسم النسيج في خيوط العرضية اللي احنا بنسميها عندنا لحمة طب لو عايز اعمله اشغاله خيط قوي اللي هو الخيط اللي بيشتغل مثلا فيه خيوط الحياكة او فيه التجهيزات السدى لازم اخذ الخيط ده وعمله عملية تطبيق وبعد كده اعمله عملية زاوية مرة تانية عشان يديني الخيط القوي ولو انا هستخدمه في الحياكة لالخياطة يعني هاشغاله او همرره على عملية التشميع عشان يزود القوة او المتانة بتاعة الخيوط هنا ده طبعا الجزء اللي احنا فيه ده ده عملية التطبيق هنا بيجيب للخيطين مع بعض وديهم برامات اكتر وطبعا الماكينة بتشتغل اوتوماتيك هنا ده الخيطين مع بعضهم بيتم اعطاء البرامات وعشان ينتج الخيط اللي انا هستخدمه فيه عمليات التزدية فيما بعد فيه تخصص النسيج بعد كده صنعت النسيج نفسها ودي صنعة لذيذة جدا وهي في النهاية اللي بتنتج القماش بتاعي بتبدأ اول مرحلها بمرحلة التزدية او عملية التزدية انا ما عنديش خيط خالص فهبدأ ان انا اجمع الخيوط على حاجة اسمها الدورة زي ما احنا شايفين كده طبعا ما بتبقاش بالشكل ده طبعا الوضع مختلف جدا فيه المصانع بس هنا اللي كل بيحصل اللي بيجمع الخيوط بألوان مختلفة ويرصها على الجزء ده وبعدين بتتنقل على حاجة تانية اسمها مطوى بتكون خلف الماكينة دي بعد عملية التزدية بيكون عندي فيه حاجة اسمها عملية تلاقي وتطريح وتقديم للنول بتاعي هنشوف كل الكلام ده منافس في المرحلة دي مرحلة سريعة بس بيوضح لك انه هو حط هنا مطوطة السيدة اللي هي جاية من المكان اللي قبل كده وهنا بيعملها عملية تلاقي بيدخل الخيوط فيه البرويز اللي قدامنا دي البرويز دي اسمها درق وده نوع من انواع الدرق اللي عندنا بيعتمد على النير اللي هو معمول من الخيوط طبعا ده المسمى الفني بتاع الخيوط اللي قدامنا دي بيدخل خيوط السيدة كلها في الفتحات الخاصة بالبرويز دي البرويز دي بتترص ورا بعض وكل برويز له حركة معينة عشان ينتج لك القماش اللي انت بتشوفه في النهاية اللي احنا كلنا بنستخدمه ده القماش المنسوج لازم يمر بالمراحل دي كلها سواء كان معمول يدوي او معمول نظام ميكانيكي او حتى اوتوماتيك او حتى بدغط الهواء ودغط الماء كل الانواع اللي عندنا هنا بيتعمل بقى عملية التطريح بيدخل الخيوط دي كلها فيه ابواب المشت وبيجهزها عشان خاطر يبدأ عملية النسيج كده كل ده هو بيعمل ايه بيجهز النور بتاعه بعد كده يقوم بعملية التقديم يلف المطاوة بعد الشد كده بيلف مطوة السيدة سنة ويسحب منها الخيوط ويبدأ بقى يقوم بعملية النسيج اللي عادية بتاعتنا اللي هي في النهاية بتنتج القماش بعد كده عملية النسيج نفسها ممكن تكون مبسطة بالشكل ده هنا ده مثال واحد في كل الماكينات النسيج عندنا هنا طبعا زي ما احنا شايفين بيترفع البراويز لأعلى واسفل عشان ينتج فتحة في النص الفتحة دي احنا بنسميها عندنا نفس بيتمرر الخيط العرضي قدامنا اللي هو خيط الأبيض ده والخيط الأبيض ده بنسميه لحمة اما الخيوط الطولية اللي هي مرة من البراويز دي ومتعلقة بمطوى خلفية دي اسمها خيوط السيدة بقى عندي سيدة ولحمة السيدة بيتفتح وبيسيب مسافة بين الخيوط وبعضها اسمها النفس وبتمرر اللحمة من النص عشان تمرر الخيوط العرضية بعد كده بتقفل النفس بتاعي وبتضم خيط اللحمة للخيوط لقبل كده في المرحلة دي بيكون تم إنتاج القماش القماش هو الجزء الموجود عندي فيه الطرف الخلفي في المطوى التانية وهنا المطوى دي بتكون هي مطوة القماش وهكذا بيتم تقرار العملية أثناء عملية النسيج أكتر من مرة طول العملية النسيج عندنا المعلومة اللي احنا عايزين نقولها عندنا إن مكينات النسيج بتنتج عدد من اللحمات أو بتنتج عدد من الحدفات في الدقيقة وصل لغاية 2300 حتف دقيقة مع المكينات الموجودة في السوق حاليا فبالتالي لا ده أنا عندي حاجة كويسة جدا ده أنا عندي عدد من اللحمات بيتم إنتاجه فبالتالي عندي كمية من النسيج بيتم إنتاجها كبيرة على الأنوال بتاعتي فبالتالي الإنتاج بتاعها ما بقاش قلاجل تعالوا بقى نشوف إعلقة التركيب النسجي بالتصميم أنا عندي التصميم بتاعي هو بينتج أنا بنتج القماش بتاعي كده على طول ولا في حاجات خطوات لازم أكون واخد بالي منها تعالوا نتفرج إزاي بيتم تجهيز التصميم لعملية النسيج أول حاجة عندي هنا طبعا ده الجزء الخاص بالنسيج بتاعي هنا ده التصميم هنا ده شكل التصميم وهنا ده تشكل النسيج بتاعي على إيه؟ على الأماش طبعا هنا خيوط الطولية والعرضية ظهرة قدامنا وزي ما احنا شايفين كده دي هنا أماشة الأماشة اللي احنا شايفينها دي تم إنتاجها بتصميم من التصميمات بتاعتنا اللي احنا شايفينها من شوية ده الشكل بتاعه زي ما احنا شايفين كده في حاجات كده طولية وعرضية عاملة زي السبعات ثمانيات كده قدامنا هتبص تلاقي هنا مثلا القماشة مضلعة ده شكل تاني من أشكال القماش بتاعي وده برضو له تركيب نسجي معين عندنا عشان يطلع بالهيئة دي ولو نظام في التصميم فبالتالي ده من ضمن الأشكال الموجودة عندي ده نوع تاني ده اللي بينتج المقلم فبالتالي ده شكله على التصميم وده شكله على القماش الخيط هنا بشكلها هنا طبعا تصميم مقلم بس بالعرض برضو بيعتمد على التعاشقات اللي بيتم على التصميم هنا برضو ده شكل التصميم وده شكله على القماش لما بيتم عملية نسجه يبقى هنا هنا التصميم مرتبط بشكل القماشة نفسها هنا طبعا ده شكلين هنا لإقلام رفيع هنا لإقلام أعرض شوية من اللي قبلها وهكذا طبعا ده بيستخدم كل قماشة لها استخدامات معينة قماشة بيدل بيختلف عن قماش الفوط بيختلف عن قماش الستير كل نوع منهم بيشتغل لحاجة معينة حسب التصميم بتاعي على الورق يبقى احنا بداية شغلنا بتكون على الورق عشان أقدر أطلع تصميمات بالشكل ده بعد كده عشان نتكلم بقى عن نسيج اليدوي اللي هو بيعتمد على لو أنت عايز تشتغل بدون يعني أنت عايز تعمل مشروع وفي نفس الوقت المشروع بتاعك ده مش عايز تجيب مكانه ومش عايز تعمل مساحة عندك في البيت هنديك فكرة بسيطة ممكن تنفس بيها المعلقات بتاعتك وانت قاعد في البيت بدون استخدام أي أدوات كبيرة أو زي حجم كبير زي الأنوال وما إلى ذلك اللي احنا بنعمله ممكن مثلا نظام البرواز الخشب اللي كنا بنشوفه في مرحلة الإعدادية ده نظام طب لو ما فيش كامل برواز الورق هل أقدر أقوم بتنفيذ معلقات بدون الكلام ده تعالوا نشوف المثال اللي معنا ده وازاي تم تنفيذ معلق بسيط بدون استخدام أدوات بزيات حجم كبير تعالوا كده نتفرج على الموضوع ده أنا هنا عندي برواز حاجة كده زي اللي هي حاجة شبه البلاستيك بس مش بلاستيك هي المادة زي السفنج بس تقيلة شوي طب هنا عشان يقوم بعملية النسيج هي بيعمل زي الأول شد الخيوط الطولية دي اللي هل بسميها خيوط السدى وجي على إبرة سميكة كده اللي هي زي إبرة التنجيد وبدأ يمرر بيها الخيوط الملونة هنا بيعتمد على نفس فكرة نسيج الكلين طبعا دي زي البادة بتاعت الماوس اللي هي البادة الكاوتشوك طبعا الفكرة بسيطة جدا وقدرني نطلع منها شكل بالتصمات اللي هو حطها وهديني هنا برضو حاجة شكلها حلو فبالتالي أقدر ننفذ معلقات بأدوات بسيطة جدا زي ما احنا شايفين هنا طبعا قدر أنه هو يعمل الشكل طبعا يقدر ينفذ الكلام ده الأول على الورق المربعات كنوع من أنواع التصميم عشان يوصل بالتصميم بتاعي للشكل ده هنا أنا قدر تنفذ معلق بسيط بأدوات بسيطة إبرة وبدأ وخيوط طولية يبقى نمر واحد عشان أشتغل نسيج لازم يكون عندي خيوط مجدودة بالطول حتى لو هعمل سجاد لازم يكون عندي خيوط مجدودة بالطول كليم برضو خيوط مجدودة بالطول يبقى معلقات عادية زي اللي احنا شفناها عايز خيوط طولية لها سجاد سجاد عايز سجاد سجاد على فكرة من ضمن الصناعات نسجاية احنا صناعة نسيج بنصنعه بس له نظام خاص في التصميم له نظام خاص في التنفيذ الكليم بنفس الطريقة له نظام خاص في التنفيذ لكن بيعتمد على السجاد ولحمة بس لحمة مش متصلة يعني ما بتطلعش من بداية النسيج وتوصل ليه الطرف النهائي الا في بعض المسافات البسيطة لكن طول عملية النسيج ممكن يكون نسيج موضعي يعني باجي في مكان بحط الجزء اللي عايزة نسيجه زي ما شفنا دلوقتي في المعلقة اللي كانت معنا اليدوية دي طيب وانا لو عايزة افتح مشروع بالنسيج هقدر اعمل كده اه يعني عندي محافظة زي سهاج مبنية على النوع ده من الصناعات الصناعات اليدوية اللي هو بيجيب بينفذ معلقات ممكن يكون معلقات دي معمولة مثلا باشكال فرعونية باشكال اه تصميمية اه فريدة بشكل معين يعجب الجمهور فبالتالي هتلاع الاقبال عليه اه كتير وهو انه يقدر نعمل له عملية بيع فبالتالي لو بدخل مصنع النسيج او بدخل التخصص نسيج وبشوف الماكينات بقول لا ده انا مقدرش اخرج كده اعمل ايه اه نشاط صغير ليه لا احنا كان عندنا طلب السنة دي كانوا برضو كانوا معانا واول ما دخلوا القسم سألوا في الموضوع ده كل اللي عملوه بعد ما فهموا الفكرة جابوا برواز خشب كبير وبدأوا يشدوا عليه خيوطه بدأوا يعملوا معلقات ممكن تعمل معلقات تكون هتتعلق في المنزل في المكتب حاجات تكون شكلها حل او كمان ممكن يستخدم استخدامات تانية مفارش يعني ممكن انه هو بيستخدم او بيشد الخيوط بتاعته على انوال من النوع ده المنتج بتاعي يكون مفرش فيتفرش على طلب اذا يتفرش على اي حاجة تكون زينة يعني اقدر اطلع حاجات زينة من الشغل بتاعي وبالتالي بقى انا كده عملت مشروع صغير من تخصص كنت فاكر انه مفيش في مشروع فبالتالي بقى انا كده استفدت من تخصصي طب بالنسبة ليه عملية فتح النفس كنا بنكلم عليها شوية اللي هي ازاي بفتح الخيوط وبفصلها عن بعضها عشان امرر الخيط اللي هو الخيط العرضي طبعا انا ما بنحبش نسميه خيط ده اما بنحب نسميه لحمة لكن الدارج عند الناس ان اسمه خيط فخلينا نتكلم عليه خيط دلوقتي بما ان احنا مش بنتكلم بشكل فني على الماكينات لازم افتح نفس اما الشغل اليدوي فاقدر زي ما انا مشيت كده بالابرة ومرر الخيط العرضي طب تعالوا نشوف يعني ايه فتح نفس فتح نفس هنا طبعا زي ما احنا شايفين في الماكينات لازم يكون عند البرويز بالشكل ده ويحصل تبادل ما بينه وبين بعض بفتح وقفل النفس عن طريق حاجة اسمها كمات زي ما موجود معنا في الفيديو دلوقتي هبص قلقة ان بيحصل ضغط على دواسة من الدواسات وبيبدأ ان هو ايه يشد برواز منهم لأسفل والبرواز التاني بيرتفع لأعلى فبيبدأ يفصل الخيوط عن بعضها المسافة اللي كانت ما بين الخيوط دي اسمها نفس طبعا ده اللي ظاهر معايا هنا طبعا الكامرة هتبدأ تضغط على الدواسة واحدة ضغطت عليها والتانية لا وهكذا في تبادل ما بين الكمتين لو طلعنا الفوق بقى هنلقى البرواز بتاعتي بتتبادل مع بعضها الحركة اللي كان فوق بينزل تحته اللي كان تحت بينزل فوق المسافة اللي ما بينهم دي بتتسمى نفس وهي اللي بيتمرر في وسطها خيط اللحمة هنا زي ما احنا شايفين التبادل بيتم معنى كده المسافة اللي ما بين الخيوط وبعضها بيتم بيحصل شد ما بين خيوط السدى وبعضه لكن طبعا الخيوط اللي بتبقى متقوية أو متغطية بمادة تقوية صناعية عشان تتحمل الإجهادات اللي حصلة من حركة الدرق هنا طبعا كل الحركة بتاعتي بتعتمد على عمود الإدارة الرئيسي اللي هو بيدي الحركة للجزء اللي بيضغط على الدواسات دي عشان يقدر يكمل الحركة مع الدرق بتاعي طبعا كل دي خطوات عشان يمرر أو عشان بس يفتح النفس للخيوط اللحمة عشان تمر بالعرض طب وازاي بيتم النسيج بقى انا شايف بس خيوط بتطلع وبتنزل طب لما بمسك القماشة بلقى ان اللحمة طالعة ونزلة وطالعة ونزلة وفي خيوط ما بينها وبتتخلى لها ازاي حصل التعاشق ده فكل مرة بيطلع الخيوط مش هي هي نفس الخيوط اللي ارترافعت مرور لحمة بالعرض اسمها حدفة طيب لما بيرطلع انا هنا عندي مجموعة من الخيوط انا رفعت الخيوط الفردية المراضي والخيوط الزوجية تحت مثلا لو انا اشتغل ان السجل بيعتمد على رفع خيوط فردية وزوجية المراضي الخيوط الفردية هي لفوق والخيوط الزوجية تحت طب اللي بعدها بعد ما مررت خيوط اللحمة هبدل هتبقى الخيوط الفردية هي للتحت والخيوط الزوجية بقتها للفوق المسافة اللي حصلت دي اسمها ايه نفس وهنا بيتم التعاشق ما بين الخيوط وبعضها طب تعالوا نشوف بقى امرار اللحمة والماكينات اللي بيتمرر اللحمة ده كان عندنا في الصف التالت مساحة كبيرة من المنهج بتتكلم عن المضوع تعالوا نتفرج على المكنة وهي شغالة بالسرعة بتاعتها هنا طبعا زي ما هي شايفين المكنة سريعة جدا انا عندي بقى انواع كتيرة جدا من الماكينات بتشتغل على المرحلة دي بس يعني اجهزة بتختلف نوعياتها من مكينة لماكينة على حسب عملية الامرار هنا طبعا الامرار بيتم عن طريق مضارب اه سفلية وهنا بتستخدم المكوك في عملية الامرار دي المكوك طبعا حجمه كبير كمية الخيط المخزنة فيه بتكون قليلة فبالتالي بيديني اه وقت قليل في عملية التشغيل ده نوع تاني من انواع عملية الامرار وهو بيستخدم حاجة اسمها الريبيار الريبيار دوله انواع كتير يمكن ده اللي قدامنا الريبيار المرن وده انا بشير المكوك خالص وبعتمد على سحب الخيط من الكونة نفسها وطبعا في الحالة دي كمية الخيط اللحمة الموجودة عندي بتكون ضخمة فبالتالي اقدر انا اشتغل مسافات طويلة ومع سرعة اعلى هنا زودت السرعة وغيرت الوسيط اللي بنقل بيه خيط اللحمة من جهة الاخرى اثناء فتح النفس هنا النفس بيتفتح بتمر الريبيار ويتبادله خيط اللحمة في نص النفس وهكذا اثناء عمليات التشغيل هنا ده نوع من انواع الامرار الحراب باستخدام الحراب ده حربة صلبة بتمر من جهة واحدة والجهة الواحدة دي بتديني وقت طويل جدا عشان الريبيار يدخل لغاية اخر نفس ويرجع تاني ده طبعا بيقلل من السرعة مع ذلك هو اسرع من المكينات التانية ده نوع تاني من انواع الريبيار وهو الصلب بس مزدوج من الجهتين ده بيقلل وقت تواجد الريبيار في وسط النفس وبيزود سرعة المكينة شوية عن القبلها لكن طبعا في مشكلة في الريبيار الصلب انه بياخد حيز جنب المكينة وده بيعمل مشكلة في عمليات التنفيذ هنا طبعا ده شكله اثناء عملية فتح النفس زي ما احنا شايفين لازم حركة الدرق تكون شغالة اثناء عملية الامرار هنا طبعا بيمر الخيد بالشكل ده وعمل عملية تضم عن طريق المشت وهكذا اثناء عملية استمرار التشغيل على النوع ده من المكينات ده النوع الاسرع منه شوية هو الريبيار المارين وده طبعا ما بياخدش حيز جنب المكينة لكن بيركب على النول كل الاجهزة اللي احنا بنتكلم عنها دي بتركب على النول شكل النول واحد مع اختلاف جهاز الامرار او الاجهزة المساعدة اللي على النول بالضبط كده كل ما بغير موديل النول بيقى فيه اجهزة بتساعد على زيادة الصرعة هنا ده الريبيار المارين برضو ده مزدوج من الجهتين عدد او الوقت اللي بيتواجد فيه الريبيار جوه النفس وليل فبالتالي ده بيزود سرعة المكينة ومع ذلك المكينة بالنسبة لي مع الوضع الحالي هي بالنسبة لي ابطأ فيه اسرع منها ده نوع من انواع الريبيار التليسكوبي لكنه للاستخدام بيعتمد على نفس الحركة المشابهة لحركة اريال الراديو نوع بيتفرد ويرجع تاني يتجمع جوة الجريب بتاعه فطبعا بيحصل مشاكل بسبب الغبار اللي بيتجمع اثناء عملية النسيج فبالتالي اعطاله كبيرة جدا فمش هنلاقيه في مصانع النسيج كتير ده بالنسبة لي الشكل بتاعه بعد كده عندي الجزء الخاص بمكينات اللي بتعتمد على القذيفة او بمسمى مكينات السلزر دي قذيفة صغيرة برضو بتسحب الخيط من الكونة في الحالة دي انا ببقى عندي كمية خيط كبيرة قدر اشتغل بيها ببدأ ان انا ادخل الخيط او هاديها لطرف الخيط ببدأ اديها صدمة او ضربة قوية عن طريق المضرب بحيث ان تقدر تتير في وسط النفس وتروح في الجهة الاخرى راحت في الجهة الاخرى بيمر الخيط بتبدأ تروح في الطرف التاني وطرف الاستقبال بتبدأ ترجع تاني وتستنى دورها في المرحلة اللي بعد كده طبعا بيعتمد عدد القذاب دي على حسب عرض الماكينة كل ما زاد العرض زاد عدد القذاب هنا طبعا ده نوع تاني من انواع جزة الامرار وده بيعتمد على ضغط الهوى او ضغط المية الهوى او المية هم اللي بيمرروا الخيط مفيش وسيط ماسك الخيط فبالتالي بيقدر يمرر الخيط بالشكل السالس اللي قدامنا ده هنا طبعا زي ما احنا شفنا كده ان الخيط مر على مشت المشت ده بيقى معمول بطريقة معينة عشان يبقى كأنه مجرى عامل مجرى للخيط لانه ما فيش حاجة ماسك الخيط فبالتالي عايزه يمشي باستقامه معينة بيمرر بالشكل ده هنا طبعا دي كونة بعد كده هنا فيه خزان اللحمة اللي بيسحب كمية اللحمة المطلوبة للحطفة بعد كده عندي فونية رئيسية بتدي دفعة هوا قوية بيمر الخيط قدام المشت بتساعده على المرور فونيات مساعدة موجودة امام بشرات المشت عشان يقدر يمر بنفس الاستقامة بتعمل على حمله ونقله في الطرف التاني في الطرف التاني بيكون فيه جهاز شفط بيعمل على شفط الخيط وشده فبالتالي بتطلع اللحمة بتاعته مجدودة بالشكل المطلوب وبتنتج القماش بالشكل المطلوب هنا طبعا زي ما احنا شايفين الماكنة دي ماكنة ضغطة هوا فبالتالي سرعتها عالية يمكن المشت قدامنا احنا شايفين حاجة بتتهز لكن احنا مش ملاحظين ايه الحاجة دي الحاجة دي هي المشت وزي ما قلنا الماكنة دي وصل سرعتها حاليا في السوق ل2300 حدفة في الدقيقة طيب الكلام ده بيمثل ايه بيمثل لو انا هتكلم عن ماكنة نسيج بتنتج الكم ده تعالوا كده نحساب الحزبة بسيطة لو انا عندي 24 لحمة في الصنطي 24 لحمة في الصنطي وانا بنتج 2300 لحمة في الدقيقة ما هو 2300 حدفة يعني 2300 لحمة اسم ده على ده هيديك كمية الخط بالصنطي اللي اتعملت في خلال دي فبالتالي بيطلع هنتج كبير ده يقدر يغطي طبعا الطلبات الموجودة على السوق فبالتالي المطلوب مننا في المرحلة دي ننتج او نخرج فني ماهر عنده كل المهارات الخاصة بالسوق فبالتالي نخلي بالنا احنا النهاردة تكلمنا عن الصناعات النسجية وكلمنا عن بعض المهارات البسيطة اللي فيها مع الحلقات الجاية ان شاء الله هنوضح اكتر باية التخصصات الفنية الموجودة عندنا في جميع النوعيات صناعة زراعة تجاري وفندوي تابعونا وتابعوا كل حلقات بتاعتنا في الفترة دي وطبعا في النهاية بنقول ان التعليم الفني فيه تطور كتير في الفترة الجاية وفي اهتمام للدولة في المرحلة دي لازم نستغل الاهتمام ده ونبدأ نلتحك بالتعليم الفني ونشوف التخصات الفنية كويسة لنا عشان نقدر نعمل لنفسنا مستقبل كويس وفي نهاية حلقتنا بنتمنى لكم التوفيق ونشوفكم على كيف الحلقات الجاية وإلى اللقاء